بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب مدرسة عبد العليم عرفة الصف الأول إعدادي طلبة درسين العلوم باللغة العربية النهاردة بإذن الله هنشرح الوحدة الثانية الدرس الأول بعنوان القوة الأساسية في الطبيعة الدرس ده بيتناول مفهوم القوة وخصائصها وبعض أنواع القوة ما هو مفهوم القوة؟ القوة هو مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من استكون إلى الحركة أو العكس يعني معنى كده أن أنا معاي القوة معناها مؤثر خارجي بيأثر على الجسم معايا الألم كان في وضع سكون أنا دلوقتي أثرت على الألم بقوة خليته من حالة السكون إلى حالة الحركة أو غيرت من موضعهم طيب هنا يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من استكون إلى الحركة زي الكرة اللي موضوع على الأرض عند ركل الكرة بالقدم فإنها تتحول من حالة السكون إلى حالة الحركة أو العكس من الحركة إلى السكون مثلا لو الكرة بتمشي في الأرض وقف الكرة يبقى كده القوة عملت إيه؟ أثرت على الجسم من القوة؟ القوة جاية من الإنسان الإنسان هنا القوة جاية وكانت الكرة بتتحرك فالإنسان أثر بقوة وقف الحركة دي أو الكرة كانت في حالة السكون أم الإنسان ركل الكرة بقدمه يبقى تحولت من حالة السكون إلى حالة الحركة طب إيه هو تأثير القوة كمان على الجسم؟ ممكن تحاول أن تغير من اتجاه حركته الكرة كانت ماشية في اتجاه معين أم جيه لاعب آخر ركل الكرة في الاتجاه المعاكس يبقى ما هو تأثير القوة على الجسم؟ تأثير القوة على الجسم إما تغير من حالته من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون أو تحاول تغيير اتجاه حركته نيجي هنا في الثلاث نقاط دول هنلاقي مرحوظات مهمة جدا مثلا يظل الجسم ساكن ما لم يؤثر عليه قوة خارجية تغير من موضعه لو أنا عندي الكتاب موضوع على المنددة هل الكتاب هيتحرك لوحده؟ استحال الكتاب يتحرك لوحده لازم يكون في قوة تؤثر عليه وبالتالي فيظل الكتاب ساكن في موضعه طالما لم يحركه أحد نجد ملحوظة رقم اثنين أن الجسم يظل ساكنا إذا كانت القوة المؤثرة عليه غير مناسبة يعني أنا لم أجيش مثلا أأثر على الحيطة بقوة وأقول أنها أحرك الحيطة دية من مكانها استحال الحيطة تتحرك من مكانها لأن القوة غير مناسبة يبقى عندي هنا يظل الجسم ساكنا إذا كانت القوة المؤثرة عليه غير مناسبة وبالتالي لا يتغير موضع الحائط عند دفعه باليدة الملحوظة رقم ثلاثة أنه عندما يؤثر على الجسم قوة مناسبة فإن الجسم يتغير حالته من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون معنى كده أن أنا عندي هنا لما الجسم بيأثر عليه قوة ده من التعريف بتاع القوة أو اللي إحنا ولسه إلينها دلوقتي أنه لما الجسم اللي بيتأثر عليه بقوة يبقى الجسم هيتغير إيه في حالته من السكون للحركة أو من الحركة إلى استكون ولذلك نجد أن الكرة الساكنة تتحرك عند دفعها بالقدم وتتوقف عندما يصدها الحارس ليه تتحرك الكرة الساكنة عند دفعها بالقدم يبقى هنا تحولت من حالة السكون إلى حالة الحركة وتتوقف عندما يصدها الحارس إذن هنا تحولت منين من حالة الحركة إلى حالة السكون طيب أيضا تعمل القوة على تغير تغيير اتجاه حركة الجسم يعني أنا دلوقتي إحنا لسه إلين دلوقتي تغيير اتجاه حركة الجسم يعني إيه؟ يعني الكرة كانت ماشية في اتجاه ممكن نلاقي لاعب أم حرك الكرة في الاتجاه المعاكس أو ممكن لعب تاني يساعده ويخليها ماشية في نفس الاتجاه إذن القوة المؤثرة على الجسم بتغير في اتجاه حركة الجسم أو قد تكون في نفس اتجاه حركة الجسم يبقى أنا عندي هنا تعمل القوة على تغيير إيه؟ اتجاه حركة الجسم قد تؤثر القوة في نفس اتجاه حركة الجسم وقد تؤثر القوة على الجسم في اتجاه معاكس للحرك طب هنا بقى عايزين نفهم ماذا يحدث إذا كانت القوة تؤثر في نفس اتجاه حركة الجسم إن الجسم يتحرك من موضعه إلى موضع آخر في اتجاه القوة المؤثرة عليه لأننا دلوقتي لو أثرت على الكرة كانت ماشية من اليمين إلى اليسار طب أنا أثرت عليها في نفس اتجاه الحركة إيه اللي هيحصل هلاقيها بتتحرك أكتر بس هنا إيه؟ تغيرت موضعها طب ماذا يحدث عندما تؤثر القوة على الجسم في اتجاه معاكس لحركة الجسم؟ لا ده المرة دي بقى هي اللي هيحصل في هذه الحالة يتغير تجاه حركة الجسم في اتجاه معاكس للحركة زي مثلا يتغير تجاه حركة القرى المتحركة عندما يسددها المهاجم يبقى احنا كده اتكلمنا عن القوة وخصائصها نيجي ما هي أنواع القوة الأساسية في الطبيعة أنواع القوة الأساسية في الطبيعة.. هناك نوعين القوة المسببة للظواهر الطبيعة والنوع الآخر هو القوة المسببة أو المسببة للتطبيقات التكنولوجياء القوة المسببة للظواهر الطبيعة مثلам جذب المغناطيس للحديد البرق والرعد هوة جذب الاردي للأجسام وحركة الرياح دي قوة طبيعية نجد أن المغناطيس أصلا هناك مغناطيس طبيعي والمغناطيس الطبيعي من طبيعة أنه يكسب الأجسام الحديدية أو المصنوعة من الحديد أما ظاهرة البرك والرعدة فهو قوة جذب الأرض للأجسام هي قوة يبقى قوة الأرض أنها تكسب الأجسام وهنشوف النهاردة هنتكلم عن قوة جاذبية بالتفصيل وبعد كده وحركة الرياح أما القوة المسببة للتطبيقات التكنولوجية مثل توليد القهرباء والمفاعلات الزرية والقنابل الزرية والأسلحة الحربية طيب هنتكلم في الدرس ده دي كلها أمثلة عن القوة بشكل عام لكن في الدرس ده هنختص بدراسة ثلاثة أنواع من القوة أول نوع هو قوة جاذبية وثاني نوع هو القوة القهرومناطسية وثالث نوع هو القوة النووية أول نوع هو قوة جاذبية طبعاً اللي اكتشف قوة الجاذبية هو العالم نيوتن عند سقوط التفاحة من الشجرة نحو الأرض وفسر ذلك على أن الأرض تجذب الأجسام نحوها بقوة تسمى قوة الجاذبية لكن هنجد أن القوة الجاذبية بتتأثر بكتلة الجسم فإذا كانت قتلة الجسم كبيرة فإن قوة الجسم تصبح كبيرة إذا كانت قتلة الجسم صغيرة يبقى إذا قوة الجاذبية للأجسام صغيرة إذا قوة الجاذبية تتأثر بكتلة الجسم ويصهر ذلك عند رفع جسم كتلته 1 كيلو جرام من الارض الى المنددة ورفع جسم كتلته 5 كيلو جرام من الارض الى نفس المنددة هل المجهود اللازم لرفع 1 كيلو جرام مثل المجهود اللازم لرفع 5 كيلو جرام لا طبعا نجد ان المجهود المبزول جزداد كلما زداد كتلة الجسم طب ليه قال لي من ان قوة الجاذبية بتزداد بزيادة الكتلة أنا دلوقتي عندي جسم موجود على الأرض قتلته 1 كيلو جرام والآخر قتلته 5 كيلو جرام اللي اتنين كانوا محطوطين على الأرض اللي اتنين كانوا مجذوبين للأرض بقوة اسمها قوة الجاذبية انت رفعت الجسم ضد الجاذبية وعايز ترفعه على المنددة أنا دلوقتي الأرض عملة بتشد بقوة جذب وفي نفس الوقت الكتلتها كبيرة يبقى أنا عندي هنا كلما كانت الكتلة كبيرة كلما كانت قوة الجذب الأرض للجسم كبيرة فيزداد المجهود المبزول عند رفع الجسم بعد كده عايزين نعرف ما هو الوزن وكيف يمكن حساب الوزن الوزن هو مقدار قوة جذب الأرض للأجسام ويقدر بوحدة أنيوتين إذن إحنا لسه قالين بالوقتي أن الوزن بيتأثر بإيه؟ بقتلة الجسم طيب القوة الجذبية دي جاية منين؟ قال لي هناك عجلة الجاذبية الأرضية الأرض تجذب الأجسام بقيمة معينة من الجاذبية القيمة دي بنسمي عجلة الجاذبية الأرضية وهي تقدر ب10 متر ع سنية تربيع أو ب9 و8 من 10 متر ع سنية تربيع فتقريبا بتصبح 10 متر ع سنية تربيع وبالتالي فإن وزن الجسم يتوقف على عاملين همين اللي هما من كتلة الجسم وعجلة الجاذبية وبالتالي عند حساب الوزن فيمكن قولة أن الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية ولكن نخلي بالنا أن الكتلة بيكون بالكيلو جرام وعجلة الجاذبية الأرضية وحدة القياس بتاعتها بالمتر على الثانية تربيع لكن وحدة الوزن هي نيوتن فما معنى قولنا أن وزن الجسم بيساوي 20 نيوتن أي أن مقدار قوة جذب الأرض للجسم يساوي 20 نيوتن عندي هنا ما هو مفهوم الكتلة احنا خدنا مفهوم الكتلة ده سابقا في الصف الرابع الابتدائي وفي الصف السادس الابتدائي ولكن نعيده مرة أخرى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة إذن هناك فرق بين وزن الجسم وكتلة الجسم هناك فرق بين الوزن والكتلة الوزن هو مقدار جاذبية الأرض للجسم الكتلة هو مقدار ما يحتويه الجسم من مادة فانا عندي هنا مثلا زي البيضة احنا كنا بنمثلها زمان بالبيضة البيضة دلوقتي بيبقى فيها بياض وصفار وإشرة احنا شرحنا المثال ده الترمي الأولاني يبقى مجموع محتويات البيضة من البياض والإشرة والصفار ده اسمه كتلة يبقى ما هو الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم المادة ما هو الوزن هو قيم مقدار قوت جذب الأرض للأجسام إذن مفهوم الوزن يختلف عن مفهوم الكتلة هنسأل سؤال دلوقتي هل الوزن يساوي مقدارا للكتلة؟ لا طبعا لأن الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية إذن يختلف مقدار الوزن عن مقدار مين؟ الكتلة عندي هنا مثال مثلا احسب وزن جسم كتلته 100 كيلو جرام إذا علمت أن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 9.8 متر على الثانية تربيع هنجد أن وزن الجسم بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية إذن بتساوي 100 في 9.8 من 10 يبقى بتساوي 980 نيوتن وهناك مثال آخر بيقول لي احسب كتلة جسم وزنه 245 نيوتن إذا علمت أن عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 متر على الثانية تربيع إزاي نقدر نحسب الكتلة؟ يبقى الكتلة بتساوي الوزن عن عجلة الجاذبية وأنا عندي هنا مثلس نقدر نستعين به إنا دلوقتي بنقول إن الوزن بيساوي الوزن هنا بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية طيب لو إحنا عايزين نعمل مثلس بنعمله إزاي؟ أنا المثلس بيبقى فيه جزئين اتنين جزء الشرطة الأفقية دي بتعبر عن علامة الإسمة إذن الشرطة العمودية دي هتعبر عن علامة الضرب إذن علامة الضرب كانت ما بين مين ومين؟ بين الكتلة وعجلة الجاذبية يبقى تحت في الخنتين دول الكتلة وعجلة الجاذبية يبقى الخانة الثالثة اللي فضلة هنحط فيها الوزن أنا دلوقتي عايز أحسب مين؟ أنا دلوقتي عايز أحسب الكتلة يبقى تعالى كده نخبي الكتلة كده ونحط القلم عليها يبقى الكتلة بتساوي إيه؟ فاضل فاضل لي مين في المسلس وزنه عجلة الجاذبية ما بينهم علامة ايه? بينهم علامة اسمه. ازا الكتلة بتساوي الوزن على مين? على عجلة الجاذبية الارضية. يعني بتساوي متين خمسة واربعين على تسعة وتمينة من عشرة. بيساوي خمسة وعشرين كيلو جرام. عندي هنا فيه ملحوظات مهمة جدا بالنسبة للجاذبية. الارض لما بتيجي تجذب الجسم هل بتجذبه ازاي? هل بتجذبه? لو انا مثلا معايا جسم مستصيل. ادي الجسم مستصيل اهو. وادي الارض. لما الارض تيجي تجذب الجسم بتاعي ده. هتجذبه ازاي? تجذبه من هنا من علمين وتشده مثلا? او ولا تجذبه من على الشمال مثلا وتشده التحت? ولا تجذبه ازاي? قال لي لا. اي جسم بيتم جذبه الى الارض من نحو مركز ثقة للارض. من نحو من النص من مركز الجسم. في هنا نقطة عند محور الجسم كده او في مركز الجسم بنسميها مركز السقل للجسم. ازا الارض بتجذب الاجسام من مركز الجسم. وتسمى هذه النقطة بمركز السقل. فانا لو معايا جسم كروي يبقى مركز السقل هو تويبقى هنا قوة الارض بتجذب الجسم هنا من عند النقطة دي. تمام? عندي هنا كتلة الجسم لا تتغير من مكان لاخر. لكن الوزن هو اللي بيتغير. ودي معلوم احنا اخدناها قبل كده. ان الكتلة سبتة لا تتغير لانها عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. لو معايا بيضة مثلا فيها كمية معينة من الصفار وكمية معينة من البياض وكمية معينة من القشرة. ازا لو خطت البيضة ديت وانتقلت بها الى مكان اخر. هل الكمية بتختلف? لا. الكمية ما بتختلفش. يبقى ازا الكتلة لا تختلف من مكان الى اخر. لكن الوزن هو اللي بيتغير. طب ليه? لان احنا دلوقتي احنا لسه قالين حالا ان الوزن بتستوي ايه? الكتلة في عجلة الجاذبية. الكتلة ما بتتغيرش لكن مين اللي بتتغير عجلة الجاذبية؟ طب ليه عجلة الجاذبية بتتغير؟ الكرة او الكرة الارضية هي عبارة عن هي مش كرة كاملة. مش كاملة الاستيدارة. ازا هلائي اه 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 الجاذبية الارضية دي بتكون مركزها هو مركز الارض. ازا هل القوة الجاذبية بتؤثر على الأجسام بنفس المقدار زي يعني قالت دلوقتي أنا عندي الكورة الكورة الأرضية مثلا هي مش كاملة الاستدار وقادي المركز بتاع الأرض فأنا دلوقتي لما الجاذبية بتاعتي أو الجاذبية هنا لما بتيجي تأثر على الأجسام المفروض لو هي كانت قروية كانت تختلف لكن هي مش قروية ده هي شبه قروية أو بيضاوية كده فهلاقي مثلا أدي المركز بتاع الأرض اللي هو مركز الجاذبية لما يجي قص القوة الجاذبية ديت بتنتشر في كل مكان على الأرض إذن الجاذبية هنا عند النقطة دي زي الجاذبية هنا عند النقطة دي لا لأن النقطة هنا ديت أقرب إلى مركز الأرض لكن النقطة دي بعيدة تماما عن مركز الأرض إذن قوة الجاذبية فين أكتر عند النقطة مثلا ألف ولا عند النقطة بيه لا أنا عندي هنا النقطة ألف قريبة شوية من المركز يبقى هنا هتتؤثر أكتر بالجاذبية إذن الوزن هنا هيكون كبير ولا صغير هيكون كبير لأن الجاذبية هنا هيكون أكتر لأنها قريبة من مركز الجاذبية لكن النقطة به بعيدة عن مركز الجاذبية وبالتالي تأثير الجاذبية هيكون هي عليها أقل إذن الوزن الجسم من الوحده بيختلف من مكان إلى آخر معنى كده ان انا لو معايا جسم وفي مثلا موجودة عند النقطة ألف هيكون وزنه مختلف عند النقطة به ايوة لان الاختلاف مين الاختلاف الجاذبية او لاختلاف قيمة العجلة الجاذبية الارضية فنجد ان كتلة الجسم لا تتغير من مكان لاخر بينما يتغير الوزن الجسم ليه وذلك لتغيير قيمة عجلة الجاذبية الارضية طيب هلاقي هنا ايه وزن الجسم بيتغير بالاقتراب او اللي بتعاد من مركز الارض يعني انا لو بعدت عن مركز الارض يبقى الوزن هي ايه هيقل لو قردت من مركز الارض يبقى الوزن هي ايه هيزيد ليه لان لو بعدت عن مركز الارض الجاذبية هتقل يبقى عجلة الجاذبية هتقل لما عجلة الجاذبية قيمتها تقل يبقى الوزن بيساوي قتلة في عجلة اهو القانون بتاعه هو لستقيلينه اللي هو القتلة فين في العجلة يبقى القيمة هتقل ولا هتزيد هتقل معاي. لكن لو انا آآ آآ لو انا قربت من من مركز العجلة هتايه? هتزيد. او الجاذبية هتزيد. لو انا بعدت عن المركز الجاذبية هتقل. والعجلة هتقل. لما قيمة عجلة الجاذبية هتقل يبقى الوزن هي ايه? هيزيد. يا ميس هو مش عجلة الجاذبية دي سبتة مش هي تسعة وتمانية من عشرة تقريبا او عشرة متر على الثانية التربيع. ايوة احنا في المسائل هكون سبتة عادي جدا. ورقمتها سبتة. لكن التغيير بيكون تغيير طفيف. فهيلاحظ ان هيلاحظ نقص ولكن نقص طفيف. تمام? عندي هنا بقى. طيب نرجع للنقطة بتاعتنا تاني. اذا وزن الجسم يتغير بالاقتراب او الابتعاد عن مركز الارض. وكذلك بالانتقال من مكان الى اخر على سطح الارض. ازاي بقى الانتقال من مكان الى اخر على سطح الارض. هلاقي هنا ان الارض غير تمت الاستدارة. ولذلك فان من خلال البعد بين مركز الارض واي نقطة عند القطبين الشمالي او الجنوبي هتكون اقل من البعدين بين المركز واي نقطة عند خط الايه الاستواء. زي ما احنا وضحنا كده. يعني انا مثلا عندي هنا الارض. لو اتخيلت ان نقطة الف عند من القطب الشمالي. النقطة به قريبة شوية من خط الاستواء او النقطة جيم مثلا اهي عند خط الاستواء كده. ايوم اقرب من مركز الارض الالف. لكن ايوم ابعد جيم. اذا الوزن الجسم عند الاف هيكون اكبر من وزن الجسم عند ايه جيم. لان الجيم هنا بعدت عن الجاذبية. فالعجلة هتكون اوليلة والجاذبية اوليلة. يبقى الوزن بتاع الجيم. الوزن الجسم عند جيم هيكون اقل من وزن الجسم عند النقطة الف. وبالتالي فان عجلة الجاذبية عند القطبين اكبر من عجلة الجاذبية عند خط الاستواء. اذا وزن الجسم عند القطبين اكبر من وزن الجسم عند خط الاستواء. عندنا بقى يبدأ احنا كده خدنا اول نوع من انواع القوة اللي هو قوة الجاذبية. تاني نوع من انواع القوى اللي هي القوى الكهرومغناطسية.